أنا أقف بشوي في حتة الكم والكيف دي يعني حاببا أنا عارف أنك في ألمانيا طبعا يعني محدش يعني لا يعلق عليك بس بالتأكيد طبعا بتتبع الدولة الإنجليزية بتاعه ده معظم الأندال كبيرة السنة دي يعني أنا بتتبع أمريكا تو مش شايف موسم انتقالات من ناحية الكم اللي تقدر تقول عليه يعني الريال باستثناء بيلنجهام مش شايف حاجة تصنع الفارق في الريال الباير باستثناء هاريكين مش شايف حاجة برضو أراهن في مثلا في رغم رحيل طبعا جندجان ورحيل رياض محرز لكن أنا بشوف أن لوكاس باكيتا سافقة ملعارة تقيل جدا في المان سيتي كوفا زيتش طبعا سي فيه محترم جدا بس يعني لما تيجي تكلم على السيتي كوفا زيتش لا يرضي طموح مشجعي سيتي اسم كبير ومهم وكل حاجة بس يعني ما هوش فبرضو الناس الأندال كبيرة واللي كمان عندها قدرات شرائية كبيرة جدا ما بتعملش المركاتو اللي هو بقى بالعشر اللعيبة والتمان اللعيبة بالضبط لأنه هو الفكرة بيقوم على النيتس احتياجاتك احتياجاتك ايه للسكواد ايه النواس اللي عندك ايه اللي انت محتاجه يكمل بيه المنظومة كلها الفكرة بتقف هنا هو أنا مش محتاج أن أنا يعني أستكتب خمسة سبعة عشر لعيبة وخلاص من ناحية الكم وارضي به الجمهورة وارضي به مثلا الادارة وارضي به اي حد لا خالص الموضوع بيقوم على تحليل معين أنا محتاج ايه المدرب شايف هو احتياجاته فين بالضبط مين اللاعب اللي هيصنع الفارق اللي هيضيف معاه يعني مثال زي ما قلت الزي أحمد مثال مثلا البايرن البايرن السنية دي هو بتكلم فيه صفقتين فقط مهمين هاريكين بتكلم فيه المدافع النابولي اللي هو اللي هي الراجل الكوري الكوري لأنه هو عارف فهو عنده مشكلة في قلب الدفاع دي لغت السنة اللي فاتت طبعا وبعد حاسه شوية اصابات في الظاهير الايمن وبعد كده حاب أنه هو يدعم صفوفه فعارف هو مشكلته فين بالضبط فتقريبا أنا أعتقد خلال الأيام الباقي رحل ساديو ماني؟ بالضبط يعني فكان هاريكين لأن ساديو ماني ما قدرش أنه طبعا طمعا تموحات الفريق هو يدر أنه يلعب مرة يتعتمد عليه كتسعة صريح وما قدرش أنه يحقق دوت يعني ما قدرش يعوض غياب ليفندوسكي نفس الكلام اللي هنربطه بالنادي الأهلي منركز على صفقتين أو ثلاثة مع عدد مثلا الاثنين لعيبة من المعارين سواء كان صراح مرسن أو كريم ندفد ولكن التركيز كله مثلا على اثنين أو ثلاثة أنا أعتقد أن الأهلي رايح برضو مركز على صفقة المهاجم اللي ده من الكلام عليه ففي النهاية في نهاية المركز هتلاقي ويفن على ثلاثة صفقات أساسية وفي لعيبة مثلا بترجع فري أو هكذا فهو دا الفكرة ترجمة نانسي قنقر